موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم شعبة مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم شعبة مصر الصامد التحية والتقدير والاحترام ليكم جميعا أتحدث إليكم اليوم في اللقاء أنا حريص على أنه هو يتكرر كل شهر على الأقل نتكلم على كل الأمور اللي تهم مصر وتهمنا كلنا ويبقى ده لقاء معاكم كلكم بشكل مباشر من غير من غير وسيط أبدأ كلامي بتوجيه التعازي بعز كل المصريين في أبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وأبنائنا اللي سقطوا في أحداث أستاذ الدفاع الجوي وتوجيه التعازي على شهدائنا اللي سقطوا في ليبيا شهدائنا دول أبرياء وزبيحوا أثناء عملهم راحهم ببساطة خالص يشتغلوا عشان يجيبوا لقمة أيش لأسرهم كان عمل كبير قوي شانية ضد مصر وضد أبنائها ما كنتش أقدر قدم التعزيه أبداً إلا لو قواتكم المسلحة قامت بالثقر وبمنتهى الحسم والقوة كان ممكن تاني يوم الصبح أروح الكاتدرائية وأقدم العزاء إزاي قواتكم المسلحة قامت بما ينبجأ أن تقوم به رداً أنا أقول رداً نحن لا نعتدي لا نهاجم لا نغزو إنما إحنا بنحمي بلدنا وبنحمي شعبنا وأنا قلت أثناء زيارتي للمنطقة الغربية رد فعل قواتكم المسلحة وتوجيه ضربة رداً على هذا العمل كان محل تقدير كل المصريين والأشقاء العرب وكتير من دول العالم شفت إن ده رد فعل كان لازم وبالسرعة داية وبالقوة داية أنا بأكد إن إحنا جيش لا يعتدي على أحد ولا يغزو أراضي أحد وإن إحنا كنا دايماً خلال السنين اللي فاتت وحتى الآن كنا بنحافظ على حدودنا من داخل حدودنا يعني بندافع عن أردنا من داخل أردنا ما حصلش أبداً إن إحنا إعتدينا أو غزينا بأكد الكلام دا وبقرره تاني دلوقتي وأنا بتحدث لأن دا قيم موجودة لمصر وللمصريين ولقواتكم المسلحة تم توجيه ضربة لـ 13 هدف دي أهداف تم درستها بدقة واستطلعها بدقة وجمع البيانات والمعلومات عنها وعن اللي جواها بدقة وأماكنها بدقة بقول كده ليه عشان ما حدش يفتكر إن إحنا بنقوم نوجه ونعمل أعمال عدائية ضد مدنيين حولوكو أمر أول مرة تكلم فيه في العلن يعني في رمضان كانت عناصر إرهابية بتفتر بعدد ضخم لكن تم إيقاف الضربة عشان كان فيه أطفال ونساء موجودين ضمنهم أنا بقولي الكلام دوت عشان الناس تبقى عارفة إحنا بنتعامل مع الأمور دي إزاي وصبرنا وحلمنا والقيم اللي إحنا بنعتنقها وبننفذها بننفذها إزاي اتصل بيه الأشقاء العرب كلهم جلالة الملك عبد الله ملك الأردن قدم التعزية شعب وحكومة وقيادة وأكتر من كده قال قولي أبعث قوات إيه عشان نجابه الخطر ده طبعا رد فعل رائع ومقدر وأنا شكرته الحقيقة قلت له يعني أنا بشكرك وبشكره دلوقتي من خلال هذا اللقاء وعايز أقول لكم برضو إن أشقاءنا في السعودية وفي الإمارات وفي الكويت والبحرين كلهم كان موقفهم نفس الموقف ده والشيخ محمد هو بيتكلم معايا كان بيقول لي إيه القوات اللي أنا أبعتها عشان إحنا مع بعض وده صحيح الحاجة لقوة عربية موحدة كل يوم بيتضح إنها أصبحت أكثر الحاحن ضرورة ملحة لأن التحديات اللي بتقابل المنطقة ودولنا تحديات ضخمة جدا حنستطيع أن إحنا نتغلب عليها لما نكون مع بعض أنا بوجه التحية للقواتكم المسلحة على الجهد اللي بتعملوا مش بس في المنطقة الغربية إحنا لما رحنا المنطقة الغربية كان فرصة للمصريين يعرفوا إن قواتهم المسلحة بتعمل إيه هناك الكلام ده ما تعملش في اليومين اللي فاتوا قواتكم المسلحة موجودة في الاتجاه الغربي وديكم شفتم والاتجاه الشرقي في الاتجاه سينة وديكم شفتم وكمان مع حدودنا الجنوبية قواتكم المسلحة لا تعتدي قواتكم المسلحة لا تغزو أحد إنما تحمي شعب مصر ومصر وإذا تطلب الأمر المنطقة مع أشقائنا العرب أنا كنت قلت مرة قبل كده إن أي تقصير حيبقى فيه محاسبة للمسؤول اللي حيتسبب في هذه المشكلة أو اللي حيتورد في هذه المشكلة أنا قلت الكلام ده في أحداث مقتل شاماء الصباق وقلته كمان أو بقوله كمان في أحداث الدفاع الجوي مفيش مسؤول حيبقى يزبط تقصيره إلا ما حيتم محاسبةه مهم قاموا يتعرفوا إن الموضوعين موضوع شاماء الصباق وموضوع أحداث الدفاع الجوي أمام النيابة العامة من كم يوم كنت أتحدث مع السيد النائب العام كنت بعزيه في وفاة شقيقته فبقوله في التليفون يعني أنا لا أتدخل في شؤون القضاء أنا حقولي النقطة أو حقولي الكلمة اللي قالها السيد النائب العام عشان تبقى أنتو كلكم متطمنين معايا على إن إحنا عندنا قضاء في مصر شامخ ونيابة عامة شامخة ولا يتدخل في أعمالها أي مسؤول قال لي ببساطة خالص يا فندم ما حدش هيكون معانا وإحنا بنتحاسب أنا حتحاسب لوحدي وإنت مش هكون جنبي وأنا بتحاسب وده صحيح إحنا مش عايزين إن الموضوعات دي رغم أهميتها الكبيرة تخلينا نتشكك في بعض أو نفقد الثقة في بعضنا البعض أصلي ما فيش مصلحة أبدا في إن إحنا نهمل أو نتجاوز في حقوق الناس ده مش هيحصل وزي ما بقول تاني وبأكده مجرد ما التحقيقات النيابة العامة تنهي أعمالها هيتم اتخاذ الإجراء اللازم في حين أنا هتكلم معاكم عن الفترة اللي أنا منذ تولية المسئولية وحتى الآن ودي تقريبا فترة بتغطي تقريبا حوالي سبعة شهور في السبعة شهور دول أنا توليت المسئولية أو أنتو كان لفتوني لتولي المسئولية في ظروف بالغة الدقة والحرج على مصر كان تقريبا فيه تجميد لعضوية مصر في الاتحاد الإفريقي كان فيه عدم اعتراف بالتغير والتطور اللي حدث في مصر من جانب كتير من الدول عدم تفاهم كتير من الدول للأوضاع اللي بتدور في مصر والمنطقة يمكن كمان ثم الموقف الاقتصادي ثم الموقف الأمني نقاط كتير جدا جدا كانت بدأنا بيها منذ سبعة شهور طيب الواقع دلوقتي فيه ايه؟ على الصعيد الأفريقي على سبيل المثال اتحركت مصر ونجحت فيه استعادة عضويتها في الاتحاد الأفريقي أو رفع التجميد اللي كان موجود علاقتنا احنا اتحركنا روحنا زورنا الجزائر وروحنا غينيا الاستوائية وروحنا السودان وروحنا أسيوبيا فيه تطور إيجابي وتفاهم أكتر في العلاقات بينا وبين أسيوبيا وإحنا متحركين وحتى الآن بشكل إيجابي مصر استعادت وبتستعيد مكانتها على الصعيد الأفريقي احنا بنبدأ حقبة جديدة جدا في العلاقات مع عشقاءنا في أفريقيا فيه إجماع أفريقي بالكامل من كافة الدول الأفريقية على دعم ترشيح مصر لوضوية مجلس الأمن الغير دائمة على الصعيد الأوروبي إحنا طبعا استقبلنا رؤساء دول أوروبية من إيطاليا من أبروس من اليونان وكمان التقينا في زورنا إيطاليا وزورنا فرنسا وزورنا سويسرا خلال الشهور أو الأيام القليلة الماضية في دافوس وعايز أقول أن فيه مزيد من التفاهم ومزيد من الانفتاح ومزيد من دعم العلاقات مع مصر لأن إحنا بصراحة كنا بندي فرصة خلال الشهور اللي فاتت للدول أنها تتفهم ما يدور في المنطقة وما يدور في مصر والحقيقة ده جاب نتيجة كويسة لأن إحنا يعني اتعاملنا مع الموضوع بصبر بنوع من أن إحنا ندي للآخرين فرصة أنهم يعرفوا من خلال شرحنا ومن خلال جهدنا اللي إحنا بنبذله على هذا الصعيد كمان إنجاز صفقة الأسلحة أو صفقة المعدات العسكرية مع فرنسا الوقت اللي تم فيه إنجاز هذه المهمة أو التفاوض بشأنها وكمان التسهيلات اللي قدمت لمصر من جانب فرنسا وهنا بقى بصراحة لابد من توجيه الشكر والتخدير للرئيس الفرنسي على كل ما بذله من جهود هو وحكومته عشان إنجاز هذه الصفقة بالشروط اللي إحنا تحصلنا عليها بيها والتقينا أو استعبلنا كمان الرئيس الروسي في الأيام القليلة الماضية في مصر وكانت مباحثات إيجابية تناولت موضوعات كتيرة جدا لكن في موضوع يمكن تكون المصريين عايزين يسمعوا مني فيه اللي هو خاص بمحطة الطاقة النووية في الضبع مهمة أول إن إحنا نبقى حارفين إن إحنا بنبذل جهد كبير جدا في الحصول على الطاقة باختلاف الوسائل اللي ممكن تقدم بها هذه الطاقة يعني الطاقة المتجددة الطاقة النووية الطاقة التقليدية كل ده إحنا بنتحرك فيه لإن مصر محتاجة كميات كبيرة جدا من الطاقة دلوقتي ومستقبلا إذا كنا بنتكلم على تنمية وبنتكلم على استثمارات ضخمة في بلدنا من الطاقة يقابل ده مش معقول مستثمر حيجي يعمل بصانع ويعمل نشاط في مصر ويكون عندنا مشكلة الطاقة طيب يمكن فيه سؤال هل الطاقة النووية ضرورة الطاقة النووية أو تعدد مصادر الطاقة أو تنوع مصادر الطاقة ضرورة يعني ما نقدرش نقول إن إحنا حنعمل محطات طاقة تقليدية من الفحم فقط أو من الغاز فقط لأ إحنا محتاجين يبقى عندنا تنوع في مصادر الطاقة بتاعت بغض النظر عن التكلفة المالية اللي بتنتج عنها يعني الطاقة النووية بتتكلف في الأول كتير لكن هي تعتبر أرخص مصدر للطاقة على المدى البعيد عايز أطمن اللي بيسمعه أو الناس اللي ممكن تفكر بشكل مختلف في الطاقة النووية مصر دولة نطجة جدا لا تغامر ومعندهاش أجندة خفية تعملها احنا بقولي الكلام ده عشان يبقى الكلام ده حاسم احنا بنكلم على طاقة نووية سلمية احنا عاملين يعني اتفاقات أو مواقعين اتفاقية مع فيما يخص عدم الانتشار النوي وإحنا ملتزمين بيها لكن من حقنا في إطار هذه الاتفاقية ده احنا نحصل على طاقة نووية سلمية تم زيارة الولايات المتحدة الأمريكية عند القاء الكلمة في نيويورك والتقيت بالرئيس أوباما خلال هذه المناسبة وكانت محالسات إيجابية جدا بشأن العلاقات بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية وأنا بقول أن هي دائما هي علاقة استراتيجية مستمرة وأنا عايز أكد على نقطة هنا احنا مصر بتدير علاقات توافقية مع كل دول العالم مع الولايات المتحدة ومع الأوروبيين ومع الصين ومع روسيا مع كل دول العالم مصر في حاجة أن هي تنفتح على كل دول العالم وتتعاون مع كل دول العالم من أجل مستقبل ومصلحة مصر طبعا زيارة للصين بعد كده و احنا ان شاء الله خلال الشهور القليل القادمة أو في إبريل القادم تحديدا حيكون من استقبل الرئيس الصيني استكمالا للعلاقات اللي احنا بنناها خلال زيارتنا الماضي الماضي مهم أولا أنا أكلمكم على التهديدات اللي موجودة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة وأصد بالاتجاهات الاستراتيجية يعني اتجاهنا الشرقي اتجاهنا الغربي اتجاهنا الجنوبي الشرقي في حدودنا مع إسرائيل وقطاع غزة الغربي مع ليبيا الجنوبي طبعا مع السودان وبنقول أنه طبعا أنتم متابعين كويس الإجراءات اللي بيقوم بها الجيش المصري والشرطة المدنية لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في سيناء وأنا قلت قبل كده في الوقعتين اللي فاتوا أن في جهد كبير جدا بيقوم بي الجيش والشرطة لاستعادة السيطرة الكاملة على سيناء لأن سيناء لن تعمر التعمير الكامل اللي احنا بننشده إلا من خلال وجود أمن حقيقي والاستقرار حقيقي والجهود المبزولة بتحقق نجاح كبير لن تنتهي جهودنا إلا بإنهاء بقر الإرهاب اللي موجودة في سيناء بالكامل إحنا بنكافح مش إحنا بس إحنا والشعب المصري لأنه زي أنا قلت مرة قبل كده أن أبناء الجيش هم أبناء الشعب وأبناء الشرطة هم أبناء الشعب وحتى المدنيين اللي بيسقطوا أحياناً في عمليات إرهابية هم المصريين عشان كده أنا قلت في بداية كلمتي شعب مصر الصامت أنا ذكرت التحديات اللي بدأنا بيها من سبع شهور وكان فيه رؤية واضحة ومحددة وإصرار على تنفيذ هذه الرؤية الرؤية دي إيه؟ أنا قلتها مرة قبل كده وحأكدها معاكو تاني هي الحفاظ على مصر الدولة المصرية مع معالجة كل المسائل اللي احنا كلمنا فيها اللي هي خاصة بالعلاقات الخارجية والاقتصاد والإرهاب وكل هذا المدل لكن الأصل الأصل اللي احنا بنشتغل عليه وبنتحرك بيه هو الحفاظ على مصر آه فيه إرهاب موجود صحيح لكن الدولة قائمة وفيه تقدم وفيه تحسن في كافة الملفات اللي احنا بنتكلم فيها انتبهوا لحاجة مهمة قوي ما نجحتش مصر في تلاتين ستة إلا بوحدة المصريين واللي بيتعامل دلوقتي بصراحة الهدف تمزيق مصر المنطقة دي بالكامل أنا كنت عارف إن الانتخابات البرلمانية هيبقى يصاحبها دايما التنافس وده أمر جيد وأنا لما التخيط بالقوة السياسية كنت أصدت بيهم إن أنا أقول لهم عايزين وإحنا بنتنافس نبقى دايما شايفين مصر وحارسين عليها لغاية لما بس نتطمن إن الخطر تراجع وإن الدولة عادت بقوة وده مرحلة البرلمان القادم مرحلة وعشان كده يمكن قلت لهم فكروا في إن انتم تعملوا قيمة واحدة تتفي فيها مع بعض عشان مش عايزكوا تختلفوا أبدا التنافسوا صحيح لكن لا نختلف أبدا وأنا قلت وإحنا عاديين وأكد عليها مش عايزين البرلمان ده والتنافس على الانتخابات القادمة تخلينا أبدا ننسى الهدف الرئيسي الهدف الرئيسي هو وحدة المصريين كلهم محدش أبدا يعني يقول أنا مش حشارك مش مطلوب إن إحنا غير إن إحنا نتحرك عشان نخلص الاستحقاق الأخير في بناء مؤسسات الدولة وهو البرلمان القادم بس دلوقتي زي ما قلت كده إن الرؤية هو الحفاظ على بلدنا الهدف الكبير إن مصر ومش بس مصر والمنطقة كمان موسيقى موسيقى أنا بفكر كل اللي بيسمعني الجيل الرابع من الحروب ده جيل في منطقة الخطورة بيتم استخدامه في المنطقة بالكامل وفي مصر الجيل ده بيتستخدم فيه الإرهاب كوسيلة بتستخدم فيه وسائل الاتصال الحديثة بتستخدم فيه الشائعات الحرب النفسية منظومة متكملة بتشتغل عشان تجيب نتيجة هائلة ما تقولشي اللي بيتقال ده اتقال ولا ما تقالش اللي بيتقال ده بيتقال ليه هدفه ايه أنا التقيت بكل أطياف المجتمع المصري وعايز أقول لكم أن أنا اتكلمت تقريبا كلام مسجل صوت وصورة ما يقرب من ألف ساعة بيتكلموا في السياسة كنت برد في الاقتصاد في الاجتماع في الأمن في الدين في العلاقات كله كنا بنتكلم في كل حاجة أنا عايز أقول أن ما فيش في الألف ساعة دول تجاوز واحد تجاوز واحد أو إساءة واحدة خرجت من لساني مش بس ضد أي حد للدولة ولا الفصائل ولا الجماعات ولا الكينات ولا أي حاجة إذا كان فيه حرب معلومات بتستخدم إذا كان فيه الجيل الرابع بيستخدم أنا ممكن أخد كلام وأعمل بيه زي ما أنا عايز علمه وفنه وتكنولوجيا تستخدم عشان تحقق اللي بقول إيه هو الهدف منه طب أنا إذا كنت أنا لا أتجاوز أسمح إن حدي أتجاوز قدامي طب ليه أنا مش ه مش هوضح أكتر من كده لكن أشقاءنا في الخليج لازم يكونوا عارفين كويس إن إحنا بننصر لهم بكل تقدير وبكل احترام وكل حب مهمة أوي وإحنا بنتكلم على علاقتنا بأشقاءنا في الخليج إن إحنا نأكد على إن كل المحاولات اللي بتتعامل دي يد دلوقتي لإثارة الخلاف أو الشقاق بيننا وبين أشقاءنا لازم نكون منتبهين لها كويس أوي بصراحة مصر خلال الشهور اللي فاتت وتحديدا من تلاتين ستة وحتى الآن حجم الدعم اللي أشقاءنا في السعودية والإمارات والكويت كان هو أحد الأسباب الرئيسية اللي إحنا مصر استطعت إن هي تقف وتصمد أمام كل التحديات اللي جابهتها يعني بلا مبالغة لو لا هذا الدعم من جانب أشقاءنا وحاولهم مرة تانية تقديرا لدورهم السعودية الإمارات الكويت هذا الدعم هو السبب الرئيسي في استمرار صمود مصر أمام كل التحديات والصعوبات اللي وجهتها مهم أول أنتوا تعرفوا إن إحنا لا يمكن أبدا نسيق ليكم أبدا لأن إحنا حتى اللي أساءوا لنا لم نسيق لهم فمبال اللي دايما كانوا وقفين جنبينا إحنا معكم في واجهة كل التحديات اللي بتقابلكم وإحنا قادرين معا ببرضو بفضل الله سبحانه وتعالى على إن إحنا نتغلب على كل هذه التحديات ولن يستطيع أحد النفاذ فيما بيننا مهما كان قوته ومهما كان تخطيته ومهما كان مكره اللي بيمكر به كلام ده أنا بوجه به شكر والتقدير جالة الملك سلمان لإني باتصالي معاه وكذلك معه أشقاءنا في الإمارات والكويت وحتى البحرين وجدت تفاهم لللي بيحاك للإعلاقات بين مصر وأشقاءه في الخليج ربنا يحفظ بلدكم وخلي كمان بالكم من بلدكم ترجمة نانسي قنقر أنا تكلمت على الملف الخارجي وقلت أنهو خد جهد تقريباً حوالي 15% الملفات الداخلية يعني خدت وقت تقريباً حوالي 75% من إجمال الوقت اللي تم أو الوقت المخصص للدولة هتكلم على المجالس التخصية اللي تم تشكيلها تم تشكيل مجالس تخصية على مستوى رئاسة الجمهورية بنسبة من 50% لـ 60% شباب ومرأة من الكفاءات اللي تم اختيارها في المجالس المختلفة بهدف تقديم المشهورة والدراسات اللي بتقوم بتنفيذها في مجالات كتير للمجتمع والتعليم والخطاب الديني وكافة الملفات اللي هي بتهم الدولة في المرحلة دي في إطار العدالة الاجتماعية إن المناطق الأكثر احتياجاً وتطويرها إحنا بنتكلم إن مليار جنيه لتطوير منطقة الدويقة تحيا مصر هتساهم بـ 500 مليون والدولة تساهم بـ 500 مليون ويبقى أول منطقة أكثر احتياجاً تم تطويرها بشكل كامل تبقى منطقة الدويقة ولسه هنعمل مزيد من العمل في إطار تطوير المناطق الأقل أو الأكثر احتياجاً يعني تم إطلاق المجموعة الأولى من الغارمات عشان نقول إن مصر بلا غارمات كان أثناء لقائي مع الشباب الإعلاميين تحدثوا عن إن في مجموعة من الشباب محبوسين وهم بينقلوا وجهة النظر دي وأنا قلت لهم أنا ما بنكرش إن ممكن يكون فيه شباب أبرياء أنا ما بنكرش ده لتيجة الحالة اللي احنا موجودين فيها قلت لهم أنا مع وزارة الداخلية ومع اتحركوا ولفوا أو تفقدوا كافة السجون اللي موجودة وشوفوا والقائمة اللي حجبوها إحنا حنعمل على إطلاق صراحة وده أمر في إطار الصلاحيات المتاحة خلال أيام قليلة قادمة حيكون الدفعة الأولى من شبابنا اللي موجودين فيه محتجزين حيتم الإفراج عنه برضو ما ننساش في العدلة الاجتماعية الحقيقة إن إحنا فيه اتجاهين اتجاه الأولين إحنا نوفر منافذ للشباب لما يتكلم عن العربية مجهزة اللاجات يشتغل بالعربية دي من 2 ل 3 شاب يتحركوا للمناطق المختلفة وتبقى متقننة الأماكن اللي هم حيقودوا فيها ياخدوا السلع دي بأسعار مناسبة للناس في المناطق اللي هي الأكثر احتياجا ده خلال الأسابيع القليلة القادمة هنكون العربات وصلت وجهزت وتم توزيحها على الشباب والمنافذ اللي هم هايخدوا منها الحاجة يعني المنظمة كلها بالكامل تكون ترتبط بشكل كويس فيما يخص اللي يفلاحين وده أمر في منتقى الأمان احنا نتكلم فيه احنا اتخفضت غرمات خاصة بزراعة القطن والرز وتم إسقاط وتأجيل ديون صغار الفلاحين وبنعمل على تطوير البنك الزراعي عشان يقوم بدور أكبر من الدور اللي هو اللي كتير من الناس حسنه محتاج يتطور ويتحسن عن الوضع اللي احنا فيه منحل المشاكل اللي موجودة خاصة بيه يعني زرعة القطن الامحة الرز السماد مش حاولين احنا ننهيها كلها لكن على الأقل نقلل منها وإحنا لتقيت بالفلاحين واسمعت منهم وبنتحرك طبقا لكتير من الموضوعات اللي هم أسروها برضو في إطار العدالة الاجتماعية بنتكلم على فيه واحد وستة من عشرة مليار جنيه متخصصة لصالح تطوير القرى الأقصر احتياجاً كمان تم تخصيص مئة مليون جنيه لأطفال أطفالنا اللي موجودين في الشارع أنا بقولش التعبير دوت لإن بيقلمنا جداً نحنا نتكلم عن لحمنا مكنش نقدر نسيبهم ومش هنقدر نسيبهم وننخفل أو نبص كده بعيد عنهم ونسيبهم فتخصص مئة مليون جنيه ده مبلغ أولي لكن لسه فيه حيتم تخصص مبلغ أخرى لمعالجة هذه الزاهرة كنا قلنا قبل كده أن احنا حنعمل أربع مدن لزاوي القدرات أو لزاوي الاحتياجات الخاصة المجالس المتخصصة ولما اشتغلت في المجلس تطوير المجتمع الحديداً لما اشتغل على الموضوع ده وجدنا أن الدول المتقدمة لما جات عالجة المسألة ديت ما حطتش زاوي الاحتياجات الخاصة أو زاوي القدرات الخاصة وعزلتهم لا ده هي خلتهم جزء من المجتمع وده اللي بيتم دراسته دلوقتي عشان نبقى احنا وإحنا بنعمل معالجة لهذه المشكلة يبقى بنعالجة على أحدث النظم وأحدث الأساليب اللي بيتم التعامل بيها في العالم ترجمة نانسي قنقر حتكلم على المؤتمر الاقتصادي والإعداد ليه كنت قلت بل كده ثلاث نقاط مهمين جداً احنا شغلين فيهم بالفعل الأول هو القانون الاستثمار الموحد وحالياً موجود في مجلس الوزراء مجرد انتهاءه حيتم يعني رفعه حنصدق عليه ويبقى كده أول خطوة مهمة جداً تم الانتهاء منها ثم طبعاً الحل ومشاكل المستثمرين وده أمر من أول ما بدأنا وإحنا شغالين فيه وحلنا جزء كبير منه وحنكمل فيه ثم كمان اللي هو الإجراءات اللي هي الشباك الواحد أو الإجراءات حصول المستثمر على التصديق اللازم في أسرع وقت وبأقل جهد وبعيد عن البروحراطية أو الفساد بدان بكلم عن المؤتمر الاقتصادي لازم تكونوا عارفين إن اللي بيحصل برضه في مصر واللي تزايد خلال الثلاث أربع أسابيع اللي فاتوا الهدف منه إن المناخ الإجابي اللي تحقق خلال الشهور اللي فاتت يتم تشويهه بحيث إن احنا نخش على المؤتمر الاقتصادي بشكل غير جيد حقول في المؤتمر الاقتصادي نقطتين الحكومة شغالة بمجموعة أو بحزمة مشروعات وهيئة قناة السويس كمان شغالة بحزبة مشروعات يعني إحنا نخش وده يمكن أول مرة أقول الكلمة ديت كلفت الهيئة بأنها تجهز مشروعات خاصة بيها هي قناة السويس تقدمها ضمن في المؤتمر الاقتصادي ضمن مشروعات الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت أنا كنت حريص على أن يبقى فيه تواصل مع القطاعات المختلفة للدولة المصرية الإعلاميين المثقفين المفكرين الباحسين وإحنا مستمرين في ده خلال يعني تواصلنا حيزيد وإحنا فيه مكتب إعلامي بيتشكل دلوقتي فيه رئاسة الجمهورية بهدف تطوير التواصل بين الرئاسة وبين الدولة في كافة المجالات بتاعتها حرجة المحافظين كانت خدت وقت خلال عدد أكتر من أربع شهور من جاهز لها وهي خرجت بالشكل اللي انتم شفتوا ده الهدف منه كان إحنا ننتقي عناصر وفئات جديدة مؤهلة قادرة على أن هي تقوم بالمهمة رئيس وبصراحة إحنا محتاجين نوفر لها الوقت والمناخ أن هي تنجح فيه أو نختبر قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة منها في محافظاتها مع الوضع في الاعتبار لما بنقول أن المشاكل اللي موجودة عندنا كتير وبنقول التحديات اللي بتجابهنا كتير وبنقول أن قدرات الدولة كمان مش كتير دي بتبقى تحدي للمسؤول مهمة قوي أن احنا نبقى عارفين ده أن المسؤولين اللي بيشتغلوا في الوزرات وفي المحافظات بتشتغل في ظل ظروف صعبة وإمكانيات متوضعة وده محتاج مننا أن احنا نحط في الاعتبار وإحنا بنحكم على الجهد وبنحكم على النتائج ده مش معناه أن ده حيبقى تخصير ده معناه أن المسؤول لازم يبزي الجهد أكتر ويبقى عنده أفكار أكتر عشان يجابه وينجح ويحقق في وظيفته أو في مهمته النجاح المطلوب مهمة قوي نبقى عارفين أن معايير اختيارنا لحركة المحافظين الأخيرة دي كانت الكفاءة والخبرة والشباب طبعاً ما زال فيه قصور وسلبيات ويمكن أبرزهم الملف الخاص بالشباب كنت طالبت القوى السياسية باحتواء واحتضان شباب ضمن الكائنات السياسية المختلفة حيتم قريباً إطلاق مشروع قومي لتأهيل الشباب والشباب وتمكنهم من المشاركة السياسية والمجتمعية المشروع ده بتتبنى الرئاسة وهي اللي حتقوم به وإحنا بنتكلم أن الدورة الوحدة اللي حيتم تأهيل وتدريب الشباب عليها حتبقى من خونسمية لألف شاب وشابة في المرحلة أو في الدورة التدريبية الوحدة بالإضافة لكده الدولة بتتبنى مشروعات صغيرة ومتنهية الصغر بنتكلم على سيارات مجهزة لبيع سلع غزائية بنتكلم على سيارات تاكسي بنتكلم على سيارات نص نقل مشاريع كتير في هذا الإطار اللي هو تساهم في تخفيف وتقليل حجم البطالة للشباب محدود الدخل موسيقى في نهاية حديثي بأكد أن كل التحديات اللي احنا كلمنا عنها وكل المصاعب اللي بيتم وضعها في طريق مصر لن يستطيع أحد بفضل الله سبحانه وتعالى وبإرادة المصريين إرادة المصريين اللي غيرت في 25 يناير وفي 36 غير قابلة أبداً إن حد يستطيع أن يقر هذه الإرادة حننجح وحنتقدم وحنتغلب على كل الصعاب والتحديات اللي احنا ذكرناها ديت أنا ما عنديش شك أبداً في نصر ربنا لينا لأن إحنا المصريين بنسعى للسلام وبنسعى للأمن والاستقرار والبناء والتعمير والخير مش لحاجة تانية بطلب منكم وبطلب من كل اللي بيسمعني يدعو لمصر يدعو لمصر ويدعو لمصر والمنطقة العربية بالكامل إنها تنجو من الفتن والشرور المحيطة بها إن شاء الله سننجو وستتقدم مصر والمنطقة العربية تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة